السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله المتسلسلات الهندسية اللانهائية يعني لما بتنتهي وتكون هندسية مثل ايش مثل زي هيك مثلا لو بدأنا بالحد الاول ثلاث مثلا ضربنا باثنين زائد ستة ضربنا باثنين زائد اطناعش ضربنا باثنين زائد اربع عشرين هنا الى ما لا نهاية هاي تعتبر متسلسلة لا نهائية لانها مش منتهية وهندسية واساسها ار يساوي اثنين طبعا لو حاولنا نجمعها لحظوا كل ما بو الرقم بزيد وبالتالي هذي نسميها متباعدة ليش؟ لانه ما الها مجموع بتروح على ما لا نهاية بينما لو خذنا زي هيك مثلا ضربناها بنص ضربناها بنص صارت خمسة ضربناها بنص صارت اثنين ونص ضربناها بنص صارت واحد وربع هنا المتسلسلة كل ما ما بتصغر يعني تقترب من الصفر فهاي سموها متقاربة يعني الها مجموع لان بدنا نتعرف كيف نطلع هاي اللي الها مجموع الها قانون ها سنتعرف عليه اذا عندي المتسلسلة الاساس الها القيمة المطلقة اقل من واحد هاي تكون متقاربة وإلها مجموع لانه المجموع يقترب من عدد ثابت اما اذا كانت الار اكبر او يساوي واحد القيمة المطلقة الار فهذا يكون متباعدة وما الها مجموع حدد اي المتسلسلتين الاتياتين متقاربة وايها متباعدة شوف اربعة وخمسين ستة وثلاثين اربعة وعشرين لما نقسم ستة وثلاثين على اربعة وخمسين طلع الاساس اثنين على ثلاث اقل من واحد اقل من واحد وبالتالي لاحظ تقترب للصفر اذا هذه سموها متقاربة اذا هاي متقاربة فإن المسلسلة المتسلسلة متقاربة عفوا 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 بينما هذه لما نقسم اطنعش تقسيم ثمانية يطلع واحد ونصف فمن ضعش اذا طلعت الار واحد ونصف الواحد ونصف اكبر من واحد اذا المتسلسلة متباعدة يلا خلي نشوف هنا ار تساوي ثلاثة تقسيم اثنين ثلاثة اثنين وهذه اكبر من واحد اذا هاي متباعدة هنا خمسين تقسيم مية نص خمسين قسمة مية طبعا وكذا لك خمسة وعشرين قسمة خمسين ويساوي نص والنص فيه اقل من واحد اذا هذه متقاربة وإلها مجموع هاي إلها مجموع والمجموع هاي قانون شايفينه هذا خلينا نوضحه كويس هذا هو هذا اللي امامكو هو القانون حق المتسلسلة الهندسية المتقاربة اللي إلها مجموع مثلا بدي مجموع هاي لحظوا مية خمسين مية وخمسين لغاية الآن زيد الهل خمسة وعشرين عاي مية وخمسة وسبعين زيد الهل مية وخمسة وسبعين زيد الهل مية وخمسة ونص وهكذا بدنا نشوف من نهاية قدي هايش مجموع عفوا الله نتيجة القحة مفاجئة يعني نعتذر الآن المجموع S يساوي A على واحد ناقص R A1 هذا القانون حق المتسلسلة الهندسية اللانهائية شرطة تكون متقاربة شرطة إنها R أصغر من واحد القيمة المطلقة إلها ممكن تكون سالب بس تكون أصغر القيمة المطلقة إلها أصغر من واحد إذن هذا هو المجموع حق المتسلسلة الهندسية اللانهائية الآن نقول S يساوي A1 اللي هي 100 على 1 ناقص R اللي هو 1 ناقص نص وبيصفي عندي 100 على نص ومية على نص فيها ميتة جهر يجمع فيهم مليون عدد ربما رح يزيدوا عن الميتة إذن هيك تعرفنا على القانون تعرفنا كيف نجد مجموع متسلسلة خلينا نشوف أول خطوة بدك تفحصها إذنها هندسية طبعا واحد سالب 2 تقسيم سالب 4 R تساوي حد الثاني هو سالب اثنيين والحد الأول أربعة تطلع سالب نص القيمة المطلقة إلو أقل من واحد قيمة المطلقة لسالب نص أقل من واحد إذن هذه متقاربة تقاربة يعني إلها مجموعة خلال beslنت أكد إنها فعلا هنا سالب واحد عثنيين بيطلع سالب نص نص تقسيم سالب واحد يطلع سالب نص إذن هي متسلثلة هندسية متقاربة بالنسبة للمجموع حقها نقول زي هيك S يساوي A1 اللي هو أربعة على واحد ناقص R ويساوي أربعة على واحد ناقص ناقص نص ويصير أربعة قسمة واحد زائد نص يعني ثلاثة على اثنين ويساوي بالنهاية أربعة ضرب اثنين على ثلاث ويساوي بالنهاية ثمانية على ثلاث إذن مجموح حقها رح يتقارب من ثمانية على ثلاث شوف هنا بيّن عليها أنها زيد بيّن عليها أنها متباعدة عشرين تقسيم ستاش طلع واحد وشوية خمسة وعشرين تقسيم عشرين يطلع واحد وعشرين بالمية تقريبا أو خمسة وعشرين بالمية واحد وربع فهاي واحد وربع الR حقها أكبر من واحد إذن هاي متباعدة ما إلها مجموع ما إلها مجموع هاي لأنه الR إلها ويقول إن وجد لاحظوا السؤال جد المجموع إن وجد لما يكون الR زي هاي شايفين الR واحد وروس بما أن الR أكبر من واحد فإن المتسلسلة متباعدة وليس لها مجموع رفتكيه حتى وإن كانت زي رمز المجموع اللي تعلمنا عليه وين الR بتطلوا اللي عليه الأس اللي تحت هذا اللي حوطت عليه هذا هو الR هذا الR وهذا إذا كان بادي بالواحد هذا هو A1 وإذا مش بادي بالواحد عوض بدل كي عشان تعرف A1 إذن إلها مجموعة لR يساوي ثلاثة أربعة أقل من واحد أقل من واحد وA1 12 شو هاي 12 كان عيني هنا القانون أخذ هذا القانون ما كتبت 12 كان ما عيني عليها الشو أكتب على الش أقول لك الإنسان سم ينسى لأنه ينسى الآن S تساوي A1 قلنا عنها 12 قسمة 1 ناقص ثلاثة على أربعة اللي هي R وبصير 12 قسمة ربع يعني 12 ضرب أربعة وهذا الحكي يساوي ثمانية واربعية إذن مجموعة هاي ثمانية واربعية وله إنت رحت على أرحاس بطبكت رمز المجموعة ستجده ثمانية واربعية ثلاثة وستين من مية إذا بدك تحولها كسر عادي على طول بس قول ثلاثة وستين هي دوري بدل مهي مية نقص واحد صير تسعة وتسعين اختصرها بدنا نطول عليكم بشرح هذا الموضوع واحد وعشرين بالمية هو واحد وعشرين على تسعة وتسعين ويساوي لو كان عنصر واحد يصير على تسعة ثلاث على ثلاث فيها سبعة على ثلاث ثلاث هكذا خلصنا لكم هذا الدرس ورح نحلل لكم تأكد الآن ليش نتغلب نسويه المرة لان يقول حدد متقارب أم متباعدة هنا آر بتساوي واحد مش أقل من واحد إذن هاي متباعدة هنا الآر يساوي سالب ثبانية ستاش يعني سالب نص القيمة المطلقة للسالب نص أقل من واحد إذن هاي متقاربة هنا يقول جد مجموعة حدود كل من السلسطين الاتياثين إن وجد نروح نشوف آر ميتين وعشرين قسمة ميتين واربعين نص وهاي اي وان إذن بنطبق القانون اللي يقول اس يساوي اربعمية واربعين اي وان على واحد ناقص آر واحد ناقص نص وهذا يطلع أربعمية واربعين قسمة نص يعني يطلع ثمانمية وثمانية المنوع بدا المتسلسلة الهندسية اللي عساسها نص اضرب الحد الأول باثنين طيب خلينا نشوف هنا آر شوف هنا الآر آر تساوي ثلاثة ثمانية بسمة واحد على أربعة بغاية الآن نشعر فين ثلاثة ثمانية ضرب أربعة على واحد تطلع أربعة على أربعة تصفي ثلاثة ثنين والثلاثة ثنين أكبر من واحد إذن الآر ثلاثة ثنين أكبر من واحد إذن هاي متباعدة تمام هنا لحظوا من واحد لانفينيتي يعني لا نهائية لكن الآر قلتلك اللي جوة الآر يساوي أربعة على طول أكتب متباعدة لا يوجد مجموع كذلك هنا نكتب لا يوجد مجموع للي فوق يلا بنشوفها يكمل آر حقها هذا الآر وهذا A1 شرط تكون بادية بالواحد تمام بادية بالواحد إذن هذا A1 اللي عليها الأس هو آر يلا الآر نص والنص أصغر من واحد إذن إلها مجموعة خلينا نطلع المجموعة حقها نكتب القانون S يساوي A1 على واحد ناقص R ويساوي A1 سالب اثنين على واحد ناقص نص ويساوي كله عباظه سالب أربعة إذن هذا المجموع يطلع سالب أربعة نكتبكم باختصار هنا 35 نكتبها هنا 35 على تسعة وتسعين إذا فيه اختصار تختصر هنا ستة أربعة اثنين على كم منزلة ثلاث إذن ثلاثة تسعات سلامتكم هيك نكون شرحنا لكم الدرس حلينا لكم تأكد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته